السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العليم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنما إلهكم الله الذي لا لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفه الله بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا حُجَّاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان اتَّقوا الله تعالى اتَّقوا الله تعالى تنال الفوزة والنجاة والسعادة دنياً وآخرة قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتَّقوا لما ثوبةٌ من عند الله خير لو كانوا يعلمون وقال تعالى واتَّقوا الله واعلموا أن الله مع المتَّقين وقال واتَّقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وكيف لا نتَّق الله ولا نفرده بالعبادة وهو النافع الضار قال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بذرٍّ فلا كاشف له إلا هو وإن يُردك بخيرٍ فلا رادَّ لفضله يُصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال رابطًا بين التَّقوا والتعلم واتَّقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن من تقوى الله أن نكون مستجبين لما دعى إليه من التوحيد من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيءٍ من العبادات لغيره جل وعلا كائناً من كان يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًّا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وهذه هي دعوة جميع الأنبياء كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه أُعُبُدُوا اللَّه أُعْبُدُوا اللَّه وَاتَّقُوه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ولقد أنزل الله الكتب وبعث الله الأنبياء والرُّسُل معلِّمين لأممهم داعين إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة فكان كل نبي من الأنبياء يقول لقومه يا قوم عبُدُ الله ما لكم من إلهٍ غيره أفلا تتقون فكان من المتقرر أن هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وأصب أفغير الله تتقون وما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون فكانت شهادة التوحيد الله مع شهادة الرسالة لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم هي سبب تحسيل رضا الله وسبب النجاح يوم المعاد ومن مدلول شهادة الرسالة تصديق محمدٍ صلى الله عليه وسلم في أخباره وطاعته في أوامره وعبادة الله بما جاء به كما قال سبحانه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَأْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنَه وَسِرَاجًا مُنِيرًا وكانت الشهادتان أول أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجِّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا وكان الركن الثاني إقامة الصلاة قال الله تعالى وَاقِم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وهي الركن الثالث وتكون بإعطاء الغني جزءًا من ماله لمصارف الزكاة مما يظهر شيئًا من محاسن الدين في التكافر الاجتماعي والمساهمة في المنافع العامة ومن الأركان صيام شهر رمضان وحجُّ بيت الله الحرام قال الله تعالى ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا وقد تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السفل لأداء هذه الفريضة فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد قال لتأخذوا عني مناسككم وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين مراتب الدين الأخرى فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فيا حج جبيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير الزاد كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في فعل الخير يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويقول سبحانه وافعلوا الخير لعنكم تفلحون واعلموا عباد الله أن من المسارعة في الخير الحرصة على امتثال قيم الإسلام التي صاغت سلوك المسلم فهذبته خير تهذيب وكان بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما واصفه ربه جل وعلا وإنك لا على خلوق عظيم وهو عليه الصلاة والسلام القائل إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسناكم أخلاقا وحسن الخلق في الوصف العام قيمة مشتركة بين الناس كافة يقدرها المسلم وغير المسلم إذ هي سلوك الرشيد في القول والعمل يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا ويقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي مواجأة الجهل والسفة يقول الله جل وعلا خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما قال سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون والمعنى احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق مستصحبا قول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كما يعلم المسلم أن منازلة أولئك تسهم في إعلاء ذكرهم ونجاح مشروعهم وهو ما يسعدون به بل إن الكثير منهم يعولوا عليه غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها مثلما يتم التصدي للإساءة البينة وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام حجاج بيت الله أيها المسلمون إن من قيم الإسلام البعدة عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغضة والفرقة وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم وهذه القيمة محسوبة في طليعة الاعتصام بحبل الله حيث يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والوحدة والأخوة والتعاون تمثل السياج الآمن في حفظ كيان الأمة وتماسكه وفي حسن التعامل مع الآخرين أيًا كانوا وهو ما يشهد على أن الإسلام روح جامعة يشمل بخيره الإنسانية جمعا ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل خير الناس أنفعهم للناس لذا سمى التشريع الإسلامي بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها ولا تتبدل مبادئها فأحب الخير للجميع وألف قلوبهم ومن تلك القيم انتشر نر الإسلام فبلغ العالمين في أرجاء المعمورة حيث تتابع على تبليغ هذا الخير رجال صدقوا معاهد الله عليه فأثمر هذا الهدي الرشيد أتباع المهديين سلكوا جادة الإسلام كما كان لأهل العلم الراسخين أثر مبارك في الاطلاع بمسؤولية البيان ومن ذلك تصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام حجاج بيت الله الحرام إن من مواطن إجابة الدعاء موقفكم هذا فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو الله ويذكره بعد أن خطب خطبة عرفة وصل الظهر والعصر جمعا وقصر بركعتين وأذان وإقامتين واستمر في وقوفه إلى غروب الشمس ثم ذهب إلى مزدلفة يسير بهدوء وطمأنين ويوصي أصحابه بالسكينة والوقار وصل في مزدلفة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وبات هناك وصل الفجر بها وجلس للذكر حتى أسفر جدا ثم ذهب إلى منا فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم ذبح هدية صلى الله عليه وسلم وحلق فتحلل التحلل الأول ثم ذهب لمكة فطاف وعاد لمنا فبات بها ليالي أيام التشريق وكان في منا يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الله ويرمي يوميا الجمرات فرمى الصغرى بسبع ثم الوسطى بسبع ويدعو الله بعدهما ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنا وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث عشر وأجاز التعجل في اليوم الثاني عشر وبعد فراغه من الأنساك طاف للوداع قبل السفره فيا أيها المسلمون اغتنموا فرصة هذا الموسنم العظيم يوم عرفة الذي نزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإن الله ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة فأكثر من الدعاء فإن الله قد وعدكم بإجابة دعواتكم قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم تقبل من الحجيجي مناسكهم واستجب دعواتهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم وأعِدهم لبلدانهم سالمين غانمين قد ارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوال المسلمين وألِّف ذات بينهم وانشر العلم والخير فيهم وأصلح ذراريهم وبارِك لهم في أرزاقهم وأدخلهم الجنة اللهم وفِّق وسدِّد وأعِن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان واجزهم وحكومتهم خير الجزاء على ما قدَّمَا ويُقَدِّمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعا وكن معهم مؤيداً ونصيراً وصلَّ الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة